السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانشح الناردة مع بعض المحاضرة ستا تلاتين كوميونتي معنوان الرورال هيلس سيربسيس يعني الرورال هيلس سيربسيس يعني الخدمات الصحية والرورال يعني الخدمات الصحية اللي بتتقدم في المجتمع الريفي تمام هنكلم في المحاضرة يعني ايه عن الرورال هيلس فاساتس ايه هي الاماكن اللي بتقدم الخدمات الصحية في الريف والكاراكتريستيكس بتاعتها والفانكشنز اللي بتقوم بيها والديوتز او الواجبات اللي مفروضة عليها والبروبلمز وفي الكوميونتي ايه هي المشاكل اللي بتقابلني في الرورال كوميونتي والعقبات اللي بتخليني مقدرش اقدم الرعاية الصحية فدقية في المجتمع الريفي. اول حاجة نتكلم عنها هي الرورال هيلس فاساتس. بيقولين الرورال هيلس فاساتس بتبروفايدنج يعني الرعاية الصحية الاولية اللي هي اقل مستوى من الرعاية المفروض يبقى موجود في اي مستشفى اا اي مستشفى. اللي هو يعني اقدر اشخص اي مرض منتشر يجيدي واقدر اديله علاج واقدر اولد ام لو جاية مسلا تولد او اقدر ادي تطعمات لاطفال كده. تمام? اا يبقى ان الرورال هيلس فاسيليتس بتقدم برايماري هيلس كير. برايماري هيلس كير جي مهمة. طيب. الرورال هيلس فاسيليتس بقى اا اسمناها لثلاث حاجة. او ثلاث عنوية. الرورال هيلس ينش دي اللي هي الوحدة الصحية ودي بتبقى واحدة صحية صغيرة او مكان صغير خلص. رورال هيلس سنتر. اا دي بتبقى الاية المستشفى المركزي مسلا. دوت بيبقى اا مستشفى شاملة بتبقى اكبر شوية من الاية المستشفى المركزي. زي مسلا اا مستشفى الجمع مسلا. طيب. ااا الرورال هيلس يونيت اول حاجة بيقولني ان الرورال هيلس يونيت ديت بتقدم الرعاية الصحية لخمس تلاف بيرسون اللي عايشين في واحدة قرية واحدة او ممكن ازيد من قرية بس كرة صغيرة. يبقى اليونيت صغيرة. فبتقدم رعاية الصحية لعدد صغير اللي هو خمس سلاف بيرسون. وفي قرية واحدة تمام. اا تاني حاجة بقى بيقول ان المسافة ما بين اليونيت والقرية الوحدة الصحية والقرية اللي بتقدم لها رعاية صدية لازم تبقى اقل من ثلاثة كيلو متر. تمام. طيب. اا بيقول ليس هناك اوض للمرضى يعني ما فيش ولا اوض للمرضى يعود فيها او فيها سرير وكده ولا في حتى اوض عمليات. يبقى الرعاية الصحية صغيرة. بيبقى حوالي خمس سلاف. اا بتقدم رعاية صحية لخمس سلاف شخص تقريبا. اا الخمس سلاف شخص دول بيبقى عايشين في فيلتش واحدة. او ازياد من فيلتش بس فيلتش صغيرة. بلات من المسافة ما بينها وما بين الفيلتش دي اقل من ثلاثة كيلو متر. ولا فيها امبيشنت ولا اوبريتنج روز. طيب. اا الرعاية صحية لحوالي من ثلاثة لخمس كرة. من حوالي عدد بقى ناس خمستاشر الف لعشرين الف اا شخص. تمام? بيقول ان هي نط مور زين خمسة كيلو. يعني ازي المسافة ما بينها وما بين القرة ديت. ما تتعداش الخمسة كيلو متر. بيقول ان هي بتتكون او او في حوالي من عشر لعشر سرير. او اللي هي العادات الخارجية اللي هي اللي هو بقى لو انا حاجز مريض جوا المستشفى. اا فيه حوالي من عشر لعشر سرير اللي كان. العشر عشر سرير دولت او بيخدم الحالات اللي المفروضة تتحاجز بالمستشفى او حالات الولادة او اللي هي الجراحات الصغيرة. بيقول ان هي دي بقى فيها على عكس ايه اليونت? ولا كان فيها ولا كان فيها ولا كان فيها وفيه 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 كمان طيب بقى دي بيقول لي ان هي يعني يعتبر زايل عليها بعض الحاجات. ايه هي بقى بعض الحاجات ديت? اا اول حاجة بيقول لي ان هي هناك كان من عشر لعشرين سرير لأ هنا من عشرين لتلاتين سرير. طيب بيقول لي ايه كمان بيقول لي ان فيها وفيه يعني فيها معمل تحليل ومعمل اشعة. يبقى تاني كده التلاتة مع بعض سريع. بيقول لي ان حوالي خمس تلاب بيرسون بتددي بتقدم رواية ضح لخمس تلاب بيرسون. اما السنتر اللي هي المستشفى المركزي من خمس تراشر لعشرين الف. اما من عشرين لتلاتين الف. طيب الـ . كلarness هي اقل من تلاتة كيلو. المسافة ما بينها ومن القرية اللي بتقدم لها الرعاية. هنا بتقدم رعاية للتلاتة الخمس قرى ولازم المسافة ما بينها ومن كله قرية اقلهم من خمسة كيلو. هنا ما كتبش العديد. طيب اااا طيب هنا بيقول لي ان ما فيش ولا في اليونت. طب في لأ في وفي 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 في من عشر لعشرين سرير. اما في في من عشر لتلاتين سرير. وفي طبعا زيادة على والفارماسي الموجود. عشان قلنا ان هي يعني فيها كل الحاجات وزيادة عليها حبة الحاجات اللي احنا قلنا تحت. طيب اه كده خلصنا الفاسات. نغسش بقى على اه ده بقى كلام شوية بيقول لي ايه هي الخصائد بتاعة الرعاية الصحية في الريف. اول حاجة ان هو بيرسبوند للايه لاحتياجات المجتمع. بيستجيب لاحتياجات المجتمع وبيعمل برو موشن للهيلز وبيضم اكتف بارتسيبيشن او مشاركة فعالة ما بين المجتمع او جوة المجتمع. بيقول لي ان هو بيبقى سهل الوصول دي للاي ايه حد من افراد ايه او افراد المجتمع. بيبقى امري بيستجيب لاي تغييرات في الايه في الهيلز اي احتياجات صحية بيستجيب ليها. باستقل اكبر استغلال او احسن استغلال الموارد اللي عندي والافيلابول في الكميونيتي بتاعي. يبقى بتاعت الهيلز اه ان هو بيرسبوند للايه وبيعمل برو موشن وبريفنشن و تريتمينت للديزيزز. برو موشن للهيلز و بريفنشن و تريتمينت للديزيزز. ان هو بيعمل بيضم اكتف بارتسيبيشن اوزا كوميونيتي بيبقى و بيعمل الموجودة جوه المجتمع. كده بخلصنا اول حاجتي نخش بقى الكمبوننتز او الفانكشنز بتاعت بيقول لي بقى الفانكشنز او الحاجة تاني حاجة اه اللي هي كوميونيكابول ديزيز كونترول يبقى كمان هنعادهم في ديوتز بعد شوية. يبقى نحفظهم كويس او. الماتيرنال قبل الولادة وبعد الولادة. و هيلز بروموشن للعين الزغيرة اللي هي تولد. من اول ما يتولد لحد ما يوصل لمرحلات المرهقة و لحد ما يوصل لقادل دوت بقديره تطايمات مش عارف ايه وكلام ده. طب مسؤول عن ايه تاني على الفاملي بلينج اللي هو تنظيم الاسرة. طب الكوميونيكابول ديزيز كونترول ده بقى ازاي ده اه اللي هو كونترول الجزيز للايي اللي بتنتشر عن طريق اى او يعني بتنتشر عن طريق العدوى هاي بتنتشر بلمريد المريد او اللي ممكن من شخص لشخص. طيب اه نخش بقى على ايه تاني في الفنكشن. تلت حاجة في الفنكشن بقى. اي في المعنى بقى سامة لاتلت حاجات. اربع حاجات ماشي. تلت حاجات اير ووتر وفود. يبقى سيف اير ووتر وفود او في ال اير والووتر والفود. يبقى اللي هي الكوارد والحشرات. يبقى ويبقى للووتر والفود والاير او الملك. مش مشكلة الملك دي او طيب. الملك بقى عشان يعني هو مجتمع ريفي وكده فبزات ان بيبقى في بقى كاوز وكاترس وكده وبينتجوا ملك. فالملك ده لازم اتأكد انه هو نظيف ومفوش اي مشاكل. وحاصل له بويلنج او باستراليزاشن كميس. الانديميك برازيتيك ديزيز كونترول بقى. اه بيقول لي لو في انديميك برازيتيك ديزيز وده بينتشر اقدر في الرورال كوميونتي فعلا بلاقي البرازيتيك ديز ديت لو منتشر اقدر فلو اه في احتمالين ان يحصل وباق بسببها لازم اعمل اجزامينيشن وديتيكشن للكيز وعمل تريتمنت. طيب لازم اعمل ريكورد لكل مريض يجيلي اه المستشفى تمام? وده من الواجبات المسؤول عنها الهيلس اوفيس. او مكتب الصحة تمام? اه زي ايه زي اللي هو التعداد سكاني البرازيكورد. يعني طبعا انا لو اه مولود جديد بروح اسجله وعمل له شهدات الملايات في المركز الطبي او المركز الصحي الموجود او مكتب الصحة الموجود ايه في البلد ديت. اه اه ديزيز برضو رح اطلع شهدات الوفيان من نفس المكان. الموربديتي والمورتاليتي بقى الايه والايه والبيبليشن السنس اللي هو التعداد سكان. طب الهيلس ادوكيشن اي حاجة بنمسع فيه كده كده كده. طيب الميديكال كير ميديكال كير اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول خالص. اللي هو بقى لو اي حد جالي وكده وهرخصه هديله علاج ام جاية يولد اه مش عارف تطعيم الكلام ده. اه ان انا عمل مرض معين ان انا عمل كل ده تبقى البرايموري ميديكال كير. طب الاميرجن سي كير بقى ده لو حالة التطور. تمام? ازيا للمريض من المكان الاكسدنت مثلا او الحادثة اه لحد المستشفى. اه اللي هو الاميرجن سي كير يعني. تمام. الاثرس فيه بقى امبيشن سيرفز اللي هو لو مسلا المريض محجوز جوه المستشفى. الخدمات اللي بقدمها له. دينتال كير سيرفز اللي هي عائدات الاسنان. وهوم هيلس سيرفز لو مسلا في مريض محتاج ان هو يحصلوا رعاية جوه البيت مسلا بتروح مسلا نرسل تبعاته او حاجة. دي بقى ايه بقى ايه حكيت? تمام? اللي تبعى الهيلس سيرفز. يبقى تاني ناخدهم بسرعة. الفانكشن اوف الرورال هيلس سيرفز. او الكمبوننت اوف الرورال هيلس سيرفز. ايه هي? الكمبوننت بتاعتها بتتكون من ايه? بتتكون من ماتيرن الاندشايل سيرفزز. ودي مسؤولة عن البري نيتل والبوست نيتل كير. قبله وبعد الولادة. وماسؤولة عن العائل الصغير اللى هيتولد هعمل له الهيلس بتاعته لحد مهيكبر. واعمل جبقة ثلاث حاجين. قبلوا وبعد البلادة الام حاجة الام حاجة للبي بي اعمل له وحاجة للفاملي كلها. يبقى حاجة الام حاجة للبي بي حاجة لفامي كلها اللى هي الفاملي بلايو. طيب الامراض اللي هي سهل لنها تنتشر من الإنسان لإنسان هعمل برودكشن للناس وعمل دياجنوزز وطريتمنت اللي للكيزيز الموجود عندي طيب البعدها الانفيرومينتال سانيتيشن أستطيعنا التلاتة سانيتيشن سانيتيشن وور ووتر اير ووتر فود وملك زيادة عشان الرورال كميونيتي وكونترول أوف الانسكتس والفكتورز أو الارودنس أو أي حاجة طيب الانديميك برازيتيك ديزيز قلنا نعمل إجزامينيشن وديتكشن للكيز وطريتمنت للكيز دي طيب بعدها منتيننس أوف ريكورز فور استاتيستيكال بيربوس أعمل لكل مريض ريكورد وحافظ على ريكورز دي ودي مسؤولية الهيلس أوفس أو مكتب الصحة زي البوبوليشن سينسس اللي هو التعداد السكاني اللي هو شهادات الميلاد والديسس والوفاة وهي الربورتينج وكلام دي طبعا بيعرف الناس زي هتمون في صحتهم وكده طيب الميديكال كير الميديكال كير قلنا فيه اثنين ميديكال كير ميديكال برايمري ميديكال كير واميرجنسي كير الميديكال كير قلنا ايه هي طيب الايمرجنسي كير بقى دي اللي هي إننا إزاي أنقل المريض من إزاي أتعامل مع مريض جادي في حالة طورة واذا ينقلوا من المكان الحاصل حد ما يجيلي المستشفى وتعامل معي طيب اي تاني فيه Ambition Services والDental Care اللي هي عيات الأسنان وهو مهيل السيربس اللي هي النيرسيز مثلا اللي ممكن تبقى في البيت او الناس اللي بيهتموا بالناس مريضة جوا بيوتهم طيب الديوتز أوفر رورال فاسيكان بقى يبقى كنا خلصنا ال Components وخلصنا ال Characteristics وخلصنا الفاسيليتز طيب هننكلم بقى على الديوتز او الديوتز اللي مفروض يعملها الدكتور اللي شغال في الرورال كميونيتي اول حاجة Medical Care and Work include Examination and Treatment of the Patient لازم يعمل examination and treatment للباشن Referral to hospital and centers cases that need to specialize the care اللي لازم يدحاجه في المفتاشفة لازم خليه روح المستشفى على طول Supervision of the Domestuary Treatment of TB Patient لازم يعمل Supervision لالتريتمنت اللي بيحصل دوميسل الرجيم عليها جوه البيت يعني لو واحد عنده TB patient عنده TB وبيتعالج جوه البيت بتاعه لازم يبقى فيه اشراف من الفيسيكان اللي موجود في الريورال كميونتي ده او في الرورال هيلث سنتر طيب ال Maternal and Child Care طبعا قلنا احنا قلنا ال Maternal and Child Care دي هتتعدد تاني هي موجودة والControl of the Community كابل disease اتعدد تاني والEnvironmental Sanitation اتعدد تاني هو الكلام كله بتاعدي يعتبر في باقي المحاضرة اصلا وClearical and Administrative Activities دي معناها اللي هي الريكوردز والحاجات دي اللي هي اعمال الادارية زي الريكوردز والحاجات دي فيعني كله بتاعي يبقى الClearical and Administrative Activities هي هي هيها الريكوردز وControl of the Communicable Diseases and Environmental Sanitation دول انها مباردو ايه في الكمبوننتز تاعت الريال هيلث سيربس ما تردنا under child care قلنا ايه examination وفولو اوب للماذر ولا تشايل طيب The School Health Services These are part of the Comprehensive Services given by the Rural Health Unit لازم دي بتاعتبر قوة ان The Rural Health Unit برضو The Rural Health Unit بتقدم رعاية صحية شاملة لل School Health Service يبقى اللي بيقدم The Rural Health Unit The Rural Health Unit تمام بتقدم School Health Service طيب يبقى كده والميديكار كير قلنا ازاي عن طيق examination and treatment referral خليه يروح المستشفى لو لازم يتحاجز فيها supervision اشراف على العناية او علاج الامراض ال TB او مرضى TB جوه البيوت بتاعتهم الدمسلال يعني جوه البيوت بتاعتهم كده يبقى ايه خلصنا ال diot problems of rural community ايه هي المشاكل اللي بتحصل في المجتمع الريفي اول حاجة الناس اللي هم اللي فلاحين دولات او اللي عايشين في الريف بيبقوا عن نسبة الاليترسي او الامية عالية فيبقى عندهم معتقدات غلط اول حاجة ان هم بيرفضوا الروح الدكتور بيرفضوا due to reluctance of people to seek medical care فده يخليه جديد higher mortality rate تمام هيزود نسبة الوفيات بسبب ان هم بيحبوش يروح لده كثرة ممكن مسلا يبقى واحدة عيانة او عندها مراد يقول لك لا ده معمول لها عمل لك ده نروح نفك العمل عند شيخ مش عارف ايه الكلام اللي هو النهبة ده طيب ايه ثاني عدد العيال في المجتمع العريفي او يعني الى يلا الوحدة بتبقى عددها اكبر ليه علشان بيحبوا يخلفوا كتير ده بسبب الامية او الجهل وبسبب انه عايزين بيشتغلوا معاهم مثلا في الارض او كده فيزيد عندهم الفيرتاليتي وبيحصل عندهم طيب فيه ثاني فيه زيادة الاصابة بالامراض طبعا لما بيزيد عدد الاطفال ما بيتموش بصحتهم فبيحصل كويس وممكن برضو بزيادة بسبب قلة مستوى المعيشة بتاعهم قليل فبيبقى ناتيشنال ديفشانسي ما بيكلوش كل اكل صحي او اكل كويس و بينتشر ما بينهم الانديميك ديزيز وال الانفكشوس ديزيز او لو سوشي اكونوميك ستاندرد اللي احنا نسألينها فبول لبين كونديشن عند انسانيتر انفيرومنت بيعيشو في بيئة مش نضيفة اذا ادكو ما بيبقاش اصلا المتوافر كافية ليه اللي هي بقتر المعتقدات التقليدية الغلط وال اللي هي العادات غير الصحية اللي كلهم بيقوموا بيها طيب يبقى كده لو عايتين نتوقع بتاعة اول حاجة ان هي الامية هتعمل لي كزا مشكلة الامية والجهل هيخلولي الناس دي بتحب تخلف كتير و مش هيرفض يروحوا لده كترة فهيبقى عندهم هير طيب هيزيد الموربيديتي بسبب ايه بسبب الفقر اللي هو سوشيال سوشيو اوكوناميك ستاندرد فهيزيد الموربيديتي هيزيد نسبة الاصاب الامراض و اه و ايه تاني و ايه ماشيبقى فيه رعاية صحية كويسة هناك و بيبقى عندهم موحتقاطات غلط عشان كده مرده ميحبوش يحول ده كتر مثلا ممكن يبقى حد عيان يقول لك لا ده عنده عمل ولا عمل ولا حاجة ف اخر الانوان معنا النهاردة ايه هي العوائق او الصعوبات اللي ممكن تقابلني اه وانا بقدم او ان انا انا اقدم الرعاية الصحية في الريف اول حاجة اه بستكل حاجات متعلقة بالهيرسي سيرفز نفسه وحاجات متعلقة بالكميونيتي وحاجات متعلقة بالكونسيومر اول حاجة الهيرسي سيرفز اه دلوقتي انا كدكتور لسه متخرج ومخلص الامتياز بتاعي مفروض ان انا هجود التكريب بتاعي اه فانا هحب اخده في اربان ايريا يعني في منطقة في مدينة ولا هحب اخده في قرية بعيدة اكيدة هحب اخده في مدينة فده هيخلي في يعني عدم او سوق توزيع او توزيع غير متوازن للميديكال اه بيحبوا ان هم يروحوا الاربان ايريا اكتر ما يحبوا ان هم يروحوا الرورال فالرورال مش هيبقى فيها ميديكال كتير فمش هيبقى فيها هيلسي تيم كويس فالهيلسي تيم اللي موجود فيها حتى كمان مش هيبقى متضرب كويس ولا هيبقى وعنده خبر عشان ما لقاش حد يتعلم منه اصلا تمام عشان عدده قليل طيب اخر حاجة بقى الميديكال اندكوت ميديكال سيروسيس او يعني ما فيش اصل معدات طبعا ما بيهتموش او الوحدات الصحية مثلا الصغيرة اللي موجودة في الريف زي اللي نتكلمنا عنها في الاول ما يبقاش فيها اكويب منت او ماتيريال او درقز ما يبقاش فيها اي حاجة ولا ادوية ولا درقز ولا حتى معدات كويس يبقى دي اول حاجة اللي هو اندكوت ميديكال سيروس اللي هو ما فيش معدات ولا في ماتيريال ولا في درقز بعدين شورتتش او هيلس تيم نقص في العدد التيم او الهيلس تيم يعني بسبب الانبرست الترينيج ان هو مش متضرب كويس ولا عنده خبرة كويسة طيب اللي بعده ايه هي بقى بيقولني ان الكميونيتي دوت ما بيبقى الورجنيزيشن بتاعه مش كويس التنظيم بتاعه مش كويس وتاني حاجة مشكلة في النقل يبقى مشكلة في التنظيم ومشكلة في النقل المشكلة في النقل دي بيبقى في الغالب ان الطرق مش مرصوفة يعني مش مرصوفة كلها فما بتبقاش مناسبة للنقل السريع وبالذات في ريني سيزون يعني في الاوقات المطر بيبقى الطريق مثلا بيبقى طينا جام ده ما بتعرفش العربيات انها هتمش في ممكن العربيات مسلا تغرس جوا او حاجة وما تعرفش تمشي عربيات الاسعيف لو وبتنقل الحالات طرقة او حاجة طيب وما فيش اصلا 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 ولا فيش اصلا يبقى دي ايه الاوقات related to community طب الاوقات related to consumers دي ignorance او lack of information about health and disease طبعا قلنا ان الناس اللي بيبقوا في الفلاحين دولت او الناس اللي بيقوا عاشين في الريف بيحبوش انهم يروحوا لده كتر بيبقوا فاكرين انهم اصلا معندهمش مرض وانهمك ويقولك لانا مش رحل الدكتور ليه علشان عنده illiteracy قلنا امية وجهل يبقى علشان هو ما عنده معلومات او عن disease او الصحة عن مثلا بتاعته فبيرفض او بيت جهل او ignorance او الجهل يعني اصلا انه ما عنده information ignorance يعني انه ما عنده ودي اهم واحدة اللي هو ما فيش medical service كويسة ما فيش معدات ولا drugs ولا healthy team كافي عدده قليل ولا في حتى ايه ولا عنده خبر طيب مشكلة في transportation وبالذات ان الطرق مش مرصوفة وفي اوقات المطرة بتبقى قطينا جمدة فما منعرفش نقل المرضى بسرعة ما فيش رابط transportation الجهل وان هما بيحبوش روحو يطلبو ان ايه ان medicان كير